جوازات الفنانين دايماً بتكون على كف عفريت ولما بنشوف حد منهم قادر إنه يكمل بتكون بالنسبة لنا ظاهرة تستحق الدراسة وجوازة الفنانة الكبيرة نانسي عجرم واحدة من الجوازات اللي بنقف عندها كتير بس أنا قدر أقولك إن كلمة السر للعلاقة النكحة دي هو الدكتور فادي الهاشم جوزها الدكتور فادي الهاشم جوز الفنانة نانسي عجرم كان معروف جداً في الوسط الفني على إنه دكتور أسنان شاطر جداً عشان كده هو أول حد جاء في بالها لما قررت تعمل أسنانها بس مع أول جلسة سهم الحب نفد ووقعت الدكتور في غرام المريضة وفضل يعكسها فكل مرة بتروح للعيادة رغم إن فادي وقع في حبها من أول نظرة بس نانسي تقلت عليه وما قفقتش إنهم يتجوزوا كده على طول ربطتهم الأول علاقة صداقة وبعدها حب لمدة ثلاث سنين بحلهم لحد ما تجوزوا في نص سنة 2008 جواز مدني ورغم إنه أكبر من نانسي بحوالي 14 سنة كاملة لكنه عمره ما حسسها بالفرق ده وعيشت معاه قصة حب ولا في الأحلام حسسها فيها إنه قريب من عقلها وقلبها نانسي طول عمرها بتحب فكرة العيلة ومن صغرها كان نفسها إنها لما تتجوز تعمل عيلة كبيرة ولما واقع اختيارها على فادي إنه يكون زوج بعد وقت طويل من الصداقة والارتباط قررت إنه هو ده الشخص اللي هي هتخلف منه ويعمله مع بعض العيلة اللي هي طول عمرها نفسها فيها كتير ممكن ما يصدقش إن واحدة في شهرة وجمال نانسي عجرم تكون مهتمة بموضوع الأطفال ده لدرجة إنه يبقى عندها ثلاث أطفال ودي حاجة ندرك جداً بين الفنانين في الوسط ده لكن نانسي عملتها خلفت من جوزها فادي بنتها الكبيرة ميلة سنة 2009 وبعدها آلة في 2011 والصغيرة هي اللايا واللي خلفتها سنة 2019 طلع كلام كتير إنه كان مرتبط بفنانة قبل نانسي وهي دي عادة المخربين لما بيشوفوا اطنين كويسين ويحابوا بعض لكن نانسي نفسها نفت الكلام ده وقالت إنها أول وآخر حب في حياته العيلة اللي كونها فادي ونانسي كانت عايشة في حالة سعادة وحب لحد اللي حصل لهم سنة 2020 لما مجهول سوري اتعرض للبيت بتاعهم عشان يسرق حاجات لنفسه من غير ما أهل البيت يعرفه وفي محاولة من فادي عشان ينقذ مراته وولاده اتعرض للشخص ده وأنا حياته وطلع وقتها الكلام كتير جدا وتجريح في فادي وإنه كان متعمد يعمل ده بعد ما رفض إنه يساعد الشخص السوري مش خطأ ولا دفاع عن النفس ولا حاجة والتزمت نانسي الصمت لوقت طويل جدا ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر موسيقى